قالت منظمة العفو الدولية إن ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية تحرم الصحفي توفيق المنصوري من تلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة في ظل تدهور وضعه الصحي وقالت نائبة المدير الإقليمي لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن حرمان الصحفي توفيق المنصوري من العلاج الطبي العاجل يمثل عملا وحشيا ينتهك حظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وأوضحت معلوف أن الصحفي المنصوري على منذ عانى منذ اختطافه وبسبب ظروف الاختطاف السيئة من أمراض مزمنة منها السكر والفشر الكلوي ومشاكل القلب والتهاب البرستات والربو وأشارت معلوفي لأن منظمة العفو الدولية تلقت مؤخرا معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن الصحفي توفيق المنصوري أصيب بفيروس كورونا في يونيو وأنه منذ أكتوبر تدهرت حالته الصحية بشكل أكبر حيث حرم من العلاج الضروري جدا لمشاكل القلب ودعت معلوف ميليشيا الحوثي إلى إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربع على الفور وإسقاط جميع التهم المعلقة الملفقة ضدهم والتي لا أساس لها كما دعت للإفراج الفوري عنهم ودون التأخير اشتركوا في القناة